السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي قناة مدرسة شادلي إذن فاليوم سوف نرى الصفحة 62 من الكتاب المدرسي المدير في النصاط العلمي للمستوى الرابع من التعليم الإبتدائي درس اليوم سيكون في الوحدة الرابعة الأسبوع 20 الحصة السادسة موضوع درس اليوم سيكون هو القيبة والآلت عنوان الدرس إذن القيبة وحركة الأجسام سنتعرف في درس اليوم على القيبة التي تجعل الأشياء تتحرك إضافة إلى أننا سنفسر أن تغيير مكان الجسم يرجع إلى القيبة المؤثر عليه إذن فسوف نتعرف أن القوة أو القيبة هي التي تجعل الأشياء تتحرك من مكانها وسوف نفسر أن تغيير مكان جسم إلى مكان آخر راجع إلى قيبة وقوة مؤثر عليه لكن قبل البدء في الحصة اليوم سنقوم بالتذكير بما رأينا في الحصة السابقة حيث سألنا عن لماذا جول الأسلاك التوصيل مصنوعة من النوحاس إضافة إلى أنها مغطاة من ناء البلاستيك إضافة إلى أننا قمنا بتصنيف الأسام من حيث توصيلها للتيار الكهربائي وقلنا أن الألمنيوم والحديد والنوحاس هي أجسام موصلة جيدا للتيار الكهربائي عكس اللداء والخشب والورق والتوب التي هي أجسام عازلة للتيار الكهربائي وليست بموصلة له أما الآن فلنبدأ في حصة اليوم أولا ألاحظ وأتساءل تبين صورة رجلين يدفع عن السيارة لتحريكها نلاحظ الصورة أولا لدينا هنا رجلان يقومان بدفع هذه السيارة إذن فهذين الرجلين يطبقان قوة على السيارة من أجل تحريك مكانها أما الآن فسوف نتساءل عن ما الذي يجعل الأسياء تتحرك من مكانها إذن فلنكتب ما الذي يجعل الأشياء أو الأسياء تتحرك من مكانها إذن فسؤالنا في هذه الحصة ما الذي يجعل الأشياء تتحرك من مكانها سنفترض إذن أنها ربما تتحرك هذه الأشياء بالدفع والزر فنكتب إذن ربما تتحرك بالدفع والزر فسؤالنا إذن ما الذي يجعل الأشياء تتحرك من مكانها وافترضنا أنه ربما تتحرك بالدفع والزر نمر الآن إلى ثانيا منجز لدينا أولا النصات الأول لدي صندوق بمقبض موضوع على سطح أفقي كما هو مبين في أرسم 1 هذا هو أرسم الأول لدينا هنا سطح أفقي موضوع فوقه صندوق ولد هذا الصندوق مقبض كما نرى هنا السؤال الأول كيف أحرق الصندوق من النقطة A إلى النقطة B لدينا هنا النقطة A وهنا النقطة B إذن فكيف يمكننا أن نحرك هذا الصندوق من هذه النقطة A وصولا إلى النقطة B إذن فيمكننا تحركه عن طريق دفعه باليد إذن يجب علينا دفع الصندوق باليد عن طريق هذا المقبض الذي لدينا هنا إذن فسوف نقوم بدفع الصندوق من أجل الوصول إلى النقطة B السؤال الموالي لدينا هو كيف أحرق الصندوق من النقطة A إلى النقطة C هنا لدينا الصندوق موجود في النقطة A كيف يمكننا إذن أن يصل إلى النقطة C إذن فيمكنه الوصول إلى النقطة C عن طريق جره بواسطة اليد إذن فلنكتب عن طريق جره بواسطة اليد إذن فسوف نقوم بجره من النقطة A إلى النقطة C أي من أجل وصول الصندوق من النقطة A إلى النقطة B يجب علينا دفعه أما من أجل وصوله من النقطة A إلى النقطة C فيجب علينا جره نمر الآن إلى السنتيج لتحريك جسم من مكانه نطبق عليه إذن من أجل تحريك هذا الصندوق ماذا يجب أن نطبق عليه؟ طبعا يجب أن نطبق عليه قوة بواسطة اليد إذن لتحريك جسم من مكانه نطبق عليه قوة فمن أجل تحريك الأشياء والأجزام يجب علينا أولا أن نطبق عليه قوة أما الآن فنمر إلى النصط رقم إثنان أثبت كرية إلى حامل بواسطة خيط كما هو مبين في الرسم إثنان لدينا هنا الرسم إثنان لدينا هنا كرية قمنا بتثبيتها على الحامل بواسطة هذا الخيط وهنا لدينا سطح الأرض إذن هنا لدينا كرية متبسة على الحامل بواسطة الخيط وهنا يوجد لدينا سطح الأرض ألف أقطع الخيط ماذا سيحدث للكرة إذن فإذا قمنا بتقطع هذا الخيط ماذا سيحدث للكرية طبعا فإذا قمنا بتقطع الخيط فإن الكرية سوف تسقط على سطح الأرض إذن ستسقط على سطح الأرض إذن إذا قمنا بتقطاع الخيط وإن الكرية سوف تقع على سطح الأرض أما الآن سنمر إلى السؤال باء لماذا تسقط الكرية عمودياً على الأرض إذن فإذا قمنا بتقطاع الخيط سوف تسقط الكرية فما سبب هذا السقوط؟ تسقط الكرية عمودياً على الأرض بفعل طبعاً بفعل الجاذبية فلنكتب إذن الجاذبية فجميع الأجسام وجميع الأشياء الموجودة على كرة الأرض هي خاضعة طبعاً لقوة الجاذبية إذن فلا يمكن للكرية أن تبقى محلقة في السماء إذن قمنا بقطع الخيط تروري أن تسقط على الأرض لأنها خاضعة بفعل الجاذبية وكذلك الطيور التي تطير والطيارات رغم امتلاكها لمجموعة من الخاصية فإذا اختل توازنها هي أيضاً سوف تخضع للجاذبية وسوف تسقط إذن فإن القرية تسقط عمودياً على الأرض بفعل الجاذبية نمر الآن إلى ثالثاً تعلماتي الجديدة أقرأ ثم أملأ لدينا هنا هذه الجملتين ولدينا كلمتين هنا يجب أن نملئ بها الفراء لدينا الجاذبية وأيضاً لدينا قوة فنقرأ الجملتين أولاً لتحريك جسم من مكان إلى آخر نطبق عليه ماذا نطبق على جسم من أجل تحريك مكانه طبعاً نطبق عليه قوة كما رأينا في النشاط الأول فإننا قمنا بتطبيق قوة على الصندوق من أجل تغيير مكانه إذن فلتحريك جسم من مكانه إلى آخر نطبق عليه قوة نمر الآن إلى الجملة الثانية تسقط الأجسام عمودياً على الأرض تحت سأثير طبعاً تحت سأثير الجاذبية كما رأينا في النشاط الثاني فعند قطعنا للخيط فإن الكورية خضعت لقوة الجاذبية وسقطت على سطح الأرض كما قلنا في جميع الأجسام وجميع الأشياء في طول الموجودة على الأرض فهي خضعة لتأثير قوة الجاذبية إذن تسقط الأجسام عمودياً للأرض تحت تأثير الجاذبية فلتحريك جسم من مكان إلى آخر نطبق عليه قوة تسقط الأجسام عمودياً للأرض تحت تأثير الجاذبية نمر الآن إلى رابعاً استثمر تعلماتي يمثل الشكل جانبه سقوط سخرة من مرتفع لدينا هنا هذه الصورة سقوط سخرة من مرتفع كما نرى هنا أن السخرة تسقط من مرتفع أختار العبارة الصحيحة بوضع سطر تحتها إذا لدينا هنا بضع العبارات يجب أن هذا السطر تحت العبارة الصحيحة فقط إذن لدينا تسقط السخرة بفعل الرياح تسقط السخرة عمودياً للأرض تسقط السخرة بفعل الجاذبية تكتسب السخرة حركة بفعل الجاذبية فنتحقق أولا من العبارة الأولى لدينا تسقط الصخرة بفعل الرياح هل الصخرة تسقط بفعل الرياح؟ أو هل الرياح تستطيع أن تسقط الصخرة؟ طبعا لا فالعبارة الأولى هي عبارة خاطئة وليست صحيحة نمر الآن إلى العبارة الموالية لدينا تسقط الصخرة عموديا على الأرض فهل الصخرة هنا تسقط عموديا؟ طبعا الجواب صحيح فهي لن تعمل لا يميلا ولا شمال بل سوف تسقط عموديا للأرض إذن فلنسطر على هذه العبارة فهي صحيحة تسقط الصخرة عموديا على الأرض النمر إلى العبارة الموالية لدينا تسقط الصخرة بفعل الجاذبية فهل هذه الصخرة فعلا تسقط بفعل الجاذبية طبعا نعم فقلنا الجاذبية تؤثر على كل الأجسام الموجودة على الأرض إذن في الإجابة صحيحة تسقط الصخرة بفعل الجاذبية فعلا أما بالنسبة للعبارة الأخيرة لدينا تكتسب الصخرة حركة بفعل الجاذبية فهل هذه الصخرة فعلا تكتسب حركة عند وقوعها طبعا لا فالحركة تكتسب إذا قمنا بتغيير جسم ما من مكان إلى مكان آخر أما في حين وقوعه فهي لا تكتسب أي حركة إذن فهذه العبارة الأخيرة هي عبارة خاطئة لن نسطر عليها قبل الانتهاء من حصة اليوم سوف نقوم بقراءة الموجودة المكتوب لدينا هنا أسفل لدينا 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 وهكذا نكون قد أنهينا حصة اليوم من الصفحة 62 التي تطرقنا فيها إلى أن الأجسام تنتقل أو تتحرك من مكان إلى مكان آخر بفعل القوة إذ يجب علينا تطبيق قوة من أجل تحريك جسم من مكانه إلى مكان آخر كذلك تعرفنا إلى قوة الجاذبية التي تؤثر على جميع الأجسام الموجودة على الأرض إذن فإن الأجسام تسقط عموديا على الأرض تحت تأثير هذه الجاذبية وهكذا نكون قد أنهينا حصة اليوم موعدنا إن شاء الله في الحصة القادمة التي سنرى فيها ترجمة نانسي قنقر